هلو ربي جميعا معكم مزيلا من مقطع اليوم سيكون عبارة عن أغبق قراراته و أسوأ القرارات في إنيمي هجومه للعمالقة طبعا إذا تبقوا نسوي مقطع ثاني بس نتكلم عن أذكى القرارات في إنيمي هجومه للعمالقة اكتبونا تحت في كومنتات فيب هذا المقطع رح يكون فيه حرق من الإنيمي يعني إذا انت ما كملت الإنيمي وسحبت عليه لا تكمل من مقطع ويب للي ما يدعي هذا حساب في الإنسة بدأت تفعل فيه بشكل جدا كبير ورد على الكل وإن شاء الله بسوي فيه بثوثة قريبا فحياكم وإن شاء الله إذا كان دعمكم جدا قوي على الحساب حبدأ سوي فيه طبعات مباشرة كبث فيب حساب رح تلقوه في الشاشة حاليا قدامكم ورح تلقوه أول رابط تحت في الديسكريبشن فخلاص أدي لم أحد مهتم فمشاهدة ممتعة فخلونا نتكلم عن أغبا وأسوأ قرارات في إنيمي هجوم تايتن في مركز العاشر عندنا غبا بيرتولد في بارت الثاني من الموسم الأول كيف لما ندخل العملاق الضخم بيرتولد وكان أمل فيلق الاستطلاق قليل جدا وهو في الواقع اساسا ما كان عندهم أمل أنهم يهزمونه والمهم طبعا كل لاحظ كيف أنه كان كل مرة يحاول فيلق الاستطلاق يهاجمه على بيرتولد كان يشوب البخار اللي يطلع منه والمهم جاء دور آرمن ولاحظ أنه اللحم اللي في بيرتولد يقل كل مرة يطلع على البخار وذي يعني أنه اللحمه هو الوقود للبخار هذا وبعدها راح عند إيرن وقال له هذه الخطة أنه راح يهاجم على بيرتولد عشان يطلع كامل البخار ويهاجم عليه إيرن ويقضي عليه ونجحت خطة آرمن وكل جلس يمدح في آرمن وذكاءه ولكن 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 هذا ما يعتبر ذا كان من آرمن وهذا براية شخصي بقدر ما هو غبام من بيرتولد يعني من أجل شخص واحد يتخلص من شيء اللي يحميه يعني ليت حتى كان مثلا ليفاي ولا ميكاسا لا كان آرمن يعني حتى توقع آرمن ما كان بيقدر يكتل بيرتولد والأملاق الضخم كان يقدر يكتل آرمن بالراحة يعني ما كان يستهل إنك تضحب كل البخار عشان آرمن وفي المركز التاسع عندنا غبام مارسيل لا تحسب إنه بيرتولد هو الوحيدة سبك في هذه القائمة عندك مارسيل نعترف بشجاعة مارسيل وإنه ضحب نفسه عشان راينر لكن ولكن ولكن لو شغل مخه شوية كان قدر يفلت بجلده هو والبقية يعني يومير كانت أملاقة غبية ومرفوع عنها القلم لكن آني وراينر ومارسيل كانوا يقدروا تحول الأملاق وينهو الموضوع مع الأملاق الغبي واللي هو يومير يعني كانت جدا غباء من راينر وآني وكله منهم يهربوا طبعا بيرتولد ما قدر أقول له تحول الأملاق الضخم مرة ما ينفع فكان يقدر أي واحد منهم يتحول وينقذ مارسيل وينتهي الموضوع وطبعا أكيد فيه فهم من الناس بيقولوا طيب هم صغار فما راح يقدروا يقرروا هذا القرار كيف ما راح يقدروا يقرروا هذا القرار هم متدربين يعني حتى إليت كان أملاق قوي لا أملاق غبي ويعني شفنا كيف لما آرين تحول الأملاق كان راح يكتل فالك وخلاص لكن على طول راينر يتحول وينقذ فالك ويحمي نفسه كمان فكان مارسيل يقدر يسوي هذا الشيء ويحمي راينر ويحمي نفسه كمان أو كان راينر وآن يتحول في اللحظات الأخيرة وينقذ مارسيل لكن للأسف هذا الشيء ما صار وكله مغبياء وفي المركز الثامن أكيد في فا كبير من الناس ما حيتفقوا معايا وممكن يضاربوا معايا على ذلك القرار واللي هو اختيار آرمين عشان يشوف البحر طبعا شفنا كيف تحول آرمين لفحمه وكيف صاحب الأمبوت شكل إيروين هو والفيلق اللي معه ولما جاء الدور على مين راح يتم اختياره عشان ياخذ العملاق على طولة كله قاعد يقول إيروين هو المختار يعني يشنبب آرمين لأنه حرفيا إيروين تفوق على كل شيء في آرمين يعني مثلا هو قاعد اللي في لقد استطلاعه وعنده خبرة سنوات طويلة جدا وقتل مجموعة من العمال كثيرين مرة وشخصيته قيادية وحازمة وهو الوحيد اللي قدر يروض ليفاي أما آرمين يا أخي مسكين يعني ما عنده غير ذكاؤه فالاحتمال يكون أقل من إيروين كمان لأنه ما عنده نفسه خبرة حقا إيروين لكن لما صار ذاك الفيلم الدرامي على مين راح ياخذ الحقنة جاء ليفاي بيعطي الحقنة لإيروين وما تدل وش صاره تم إعطاء الحقنة لآرمين وطبعا لو ما كان موجود ميكاسا وإيروين ما توقع كان آرمين بياخذ العملاق الضخم وكان بياخذوا إيروين ولكن للأسف تم إعطاء الحقنة لآرمين عشان يشوف البحر لكن ما في سبب منطقة عشان نعطي آرمين هذه الحقنة مكان إيروين فكان ودي أشوف إيش بيسوي إيروين في اللحدات الحالية في المارلي وزي كذا يعني بالذات لما آرمين تحول في نص البحر هل إيروين بيقدر يسوي ذا الشي؟ أحس شوية صعبة بيمنه هدفه وإنقاذ البشرية ويعني إحنا نشوفنا كيف إيروين ما صار مهتم للبشر أساسا قاعد يقتل ما تفرق ماه ما يهتم إلا اللي بجزيرة البارداز أتوقع ما أنا متأكد لو لما نشوفنا في المارلي يعني حتى فالكو كان بيكتله فهل إيروين رح يتفق مع متقدات إيروين أو لا؟ أنا أتوقع لا وأطوني رأيكم تحت في الكومنتات في المركز السابع عندنا قرار فالكو طبعا أكيد في فهم الناس بيقولوا إيش قرار فالكو فالكو ما سوى شي غلط بس لا أكيد سوى شي غلط والهو أنه ساعد إيرين في رسالة الرسائل وكمان فالكو عنصر جدا مهم في خطة إيرين عشان تنجح يعني لو الرسائل ما وصلت للبريد ما كنا شوفنا فيه لقد سيطلع يهاجم على المارلي يعني تخيلوا فالكو مثلا فتح رسالة يا أخي قيريش فيها وصح وقت يا فالكو كان بيكون وصخ أنه قيري الرسالة لإيرين لكن على أقل زوفية ما كانت راح تموت أودو ما كان راح تموت وفئة كبيرة من المارلي ما كان راح يموتون وما كان إيرين راح يقدر يأخذ العملاق المطرقة لو لمساعدت فالكو وكيد في فهم يقولوا طيب هو كان صغير هو ما كان يدري بس فالكو كان من يفترض يأخذ حذره مع شخص غريب ما يعرفه أول مرة يقابله ويعطيك رسائل يقولك رسالة لي لأني أنا ما أقدر لأنه إذا أنا وديتها رسائل راح تتفتش طيب مهي رسائل لعائلتك فأكيد ما حتكون بالأمية ذي فكان ما يفترض أنه فالكو يأخذ حذره مع إيرين ولا حد يقولي ترا كان صغير كان ما يدري استل في النهاية ترا قرار غبي في المركز السادس عندنا يرخاف فيلق استطلع دفاعاتهم الفيلق بعد ما دخلوا شاقراينر وشلة وكامل الشعب كان قسم شي واحد واخير وهو الخروج بسلام بأقل خسائر وتقريبا هذا الشيء اللي صار لكن لما خاص كانوا بيمشوا أرخوا دفاعاتهم وهذا الشيء سمح لقابي أنه تتسلل لجوه ونتيجة لذلك ساشا ماتت للأسف وقابي صارت أكثر شخصية مكروهة في عالم الانيمي وفي المركز الخامس لا تعلم أي طفل شيء كبير عليه طبعا ندي لما كان إيرون صغير أبو كان معلم وكان يعلم ابنه تقريبا كل شيء وكبر غلطة للأب أنه يعلم ابنه أشياء كبيرة عليه يعني لما جاب ابنه صغير وقال له صارح حكومة وفضح كل شيء لولده كان طبيعي من الطفل أنه على طول بيخبر كل الناس ويجري زي الحمار فارك ويخبر الشعب كله باللي قاله أبو طبعا نتيجة لذلك معروفة شيء صار على طول تم تصفية الأب ولبن في الأخير فهم وكتم كل شيء قاله أبو وكمان الأب كان حمار يعني ما كان يقدر يصبرين الولد على أقل يكبر يعني ينضج على أقل عقله يعني بعدين أعلمه ليش العجلة وترى موضوع كبير على طفل صغير وفي المركز الرابع تعليم آني لأيرين تقنيات تقتال لما تم كشف عن الصدمة والحقيقة كبرى من هو الأملاق المدرع والأملاق الضخم على طول يأخذ أيرين ويعطي راينر لكمة لكن راينر يقل بسايتما ويفجر وجه أيرين وكي او على طول وراينر وإيرين يبدأ قتال بينهم والمهم حالة قتال كله كذا أيرين حاول يهجم راينر وراينر يمسح فيه الأرض وإيرين كل مرة يحاول يندأس كالعادة إلا ما وجد طريقة عشان يتصرف فيه وهي تقنيات آني طبعا أنا علمت أيرين تقنيات كثيرة في القتال وذا كان خطأ جدا كبير حتى أيرين شخصيا قال لهم أنه أنتوا خطأكم أنكم علمتوني أشياء كثيرة وفي لحظة يقلب القتال وإيرين يطرح راينر ويقطع له ذراعه وتيجي مكاسة من وره وتعطيك واحدة شعور ما راينر وإن كان القتال محسوم لكن للأسف برتودة تدخل ويرمي نفسه على طول على أيرين وينتهى القتال صح أنهم أخذوا أيرين لكن لو كان راينر اللي وحده وكان انتهى من زمان وفي المركز الثالث عندنا آني وأرمن قصة ما فيها ضارت الأملاق الأنثى وقامت تدعسك كل اللي في طريقة واحد واحد كانهم صراسير وكان الهدف هو اختطاف أيرين وجلست تيجي ورام دعست على كله لما وصلت لمبتغاها ولكن فجأة تيجي غطاء من فوق رأس أيرين وهذا اللي كانت تحسبه وما طلع أيرين طلع أرمن فلما طلع أنه آرمن تركته وقامت تيجي تدور هدفها ولكن أكبر خطأ سويته اللي هي أنها تركت آرمن وذا على طول أعطى فرصة لآرمن أنه يعرف مين هو الأملاق الأنثى وهي طلعت آني فأكبر غاط سويته آني أنها ما دعست آرمن زي الصرصور وفي المركز الثاني عندنا إهمال والد هستوريا لها أب هستوريا كانت يجي تلهماله بنته والناس تغنت عنه وبعته وصارت عاقلة ليه وهي كانت مهمة بالنسبة له شوفوا هستوريا أغلب حالتها عاشت بدون أب أو أم وكانت طفلة غير شرعية وأبوه سحب عليها وأمها تكرهها وتركتها وذي كان أمك كلبة قتلها كينيو والحين خاص جاء الدور على هستوريا ولكن تدخل أبو هستوريا واستوعب أنه هو وعندي بنته وهي مهمة أساسا فبعدما أهملها وتركها إلما كبرت بعدين جاي يحاول يقصل دماغه ويخليه تمشي حسب مزاجه وفي النهاية الحمد لله تفلت في وجهه وسحبت عليه ويصنع الشخصية اللي قتلته والعبرة من القصة دي هذه هي نهاية الأب اللي يهم الأولاده وفي المركز الأول الإبن العاق نفس الحال مع إيروين لكن دي المرة مع زيكي والمهم أبو إيروين لما انضم لمجتمع السري اللي هو ضد مارلي أكبر خطأ هو لما قرر غريشة وزوجة أنه معلمون ابنهم حقيقة المارلي والصراحة زيكي ما كان أبله زي فالكو وإيروين لا كان عارف ايش جالس يسوي ولما فضح أبوه أم الولد العاق كان داري ما كان أبلهم غيب عن الواقع ونتيجة القرار هذا تم تحويل أمه وأبوه لعمالقة ما أدري إذا كان يدري عن ذلك شيء ولا لا والمجتمع السري نهار وتدمر وهلك تماما وأمه بعد ما كانت تمرها جميلة وأم حنونة صارت وحش قبيح وبعد مرة سنوات يجي لابن البار إيرين ينتقم من العاق زيكي وصحيح أنه إيرين أكل أبوه عشان ينتقم له لكن ده منطق ليني مش أسوي عاد وبس كي راح تكون نهاية المقطع أتمنى أن هذا مقطع يبي إجابكم ونشروا مقطع في كل مكان وإذا عندك قرار تشوفه غبي أو سيئ اكتبنا تحت فيك كومنتات واكتبولي كمان هل تبعونا نسوي عن أذكى القرارات فين مهجوم العمالقة أو لا فبس كم معكم أزام سنباي وهي سلام